ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من جهات الحكومية المسؤولة للحد مما وصفوه بهضر المال العام من جهتهم طلب دعاة حماية المال العام والحفاظ عليه إلى تدخل حازم من طرف الحكومة والسلطات العليا بالبلاد للحد مما أسموه بنزيف المال العام أما نشطهم مواقع تواصل الاجتماعي فعبروا عن غضبهم الشديد من الأرقام الرسمية المهولة عن هضر أموال دافع الضرائب هذا وقال المدير العام لشركة المشار إليها سلفا إلى أن الدولة تملك 152 ألف سيارة وصرفت الحكومة 200 مليار سنتيم على المازوط هذه السيارات ما بين 2018 و2019 كما أنفقت حكومة العثماني ما قيمته 33 مليار سنتيم على شراء السيارات للوزراء والمسؤولين والإدارات والـ 96 مليار سنتيم خصصتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين لإصلاح سيارة الدولة بالإضافة إلى 12 مليار سنتيم أنفقت على قسيمات الطرق السيار وبعض الأعمال و56 مليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين خصصتها الحكومة للنقل رغم وجود كم من هائل من السيارة التابعة للدولة إجمالا فقد أعلن المدير العام لشركة النقل ووسائل اللوجيستيك أن الدولة أنفقت خلال السنتين الماضيتين ما قيمته 400 مليار سنتيم على سيارات الدولة في حين أنفقت الجمهورية الفرنسية 60 مليار سنتيم خلال نفس المدة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي اشتركوا في القناة